نتحدث عن رادارات وكانت هذه الرادارات قبل فترة غير موجودة ولكن جهود وزارة الدفاع وقيارة الدفاع الجوي أثمنت في أن نستطيع الحصول على رادارين فرنسيين أحدهم وضع في المنطقة الغربية والآخر وضع في الناصرية وتمكنوا هذين الرادارين بالتعاون مع الرادار الموجود في كاركوك من تغطية سماء العراق لكن طبعا أنت لا تستطيع أن تعتمد فقط على هذين الرادارين أو الرادارات هذه الموجودة أنت تحتاج إلى نوع آخر من الرادارات الذي يكشف بتمييز وهناك رادارات مخصصة للارتفاعات الواطئة هناك رادارات مخصصة للارتفاعات العالية هناك رادارات مخصصة لكشف الأهداف لكون هناك كثير من الأهداف قد تكون مشوشة أحدث عنكم أنتم أنا أقول أنتم أبطال لكن أنا أتحدث عشرين سنة يلا جايبين الرادارين ومتفائلين أنه يجنباتل ثلاثة أربعة لا لا إحنا عدنا أكثر من الرادارين إحنا نتكلم عن إحنا نتكلم عن إحنا نتكلم عن رادارات تغطي سماءكم بالكامل يعني هذه أستاذ نجيم تتعلم بأنه هذه الرادارات قد أعطيك العدد ولكن هي تبقى مسائل يعني مهمة بالنسبة أنك معلومات عسكرية الطائرات موجودة ولا تطير إلا بأمر وبالتوجيه من القيادة العسكرية العراقية القصة الأمريكية العراقية الأخيرة التي كثرت جدل حولها والتي استشهد نتيجة هذه العملية عدد من أفراد الحجر الشعبي المعلومات لديكم تقول ماذا تقول من أين جاءت هذه الطائرة من أي مكان انطلقت هل انطلقت من الأراضي العراقية أم انطلقت من خارج الأراضي العراقية حتى انطلعوا الحياة من الزاغور وضحنا في بيان لخلية الإعلام الأمني بأنه وردا على المتحدث بالبنتاجون بأنه الحقيقة كثرت الخروقات الأخيرة وخصوصا بعد 7 أكتوبر وهذا البيان واضح وصريح وأيضا كان هناك بيان من المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة واضح بي آلية هذا العمل وأدين وأعتقد بأنه المعلومات التي طرحت في البيانين هي كافية ووضحت الكثير بين الأمور أنا اطلعت على البيانين يا سيادة اللواء البيانين خرق للسيادة التجاوز على ما متفق عليه إذا نجب نستنكر أنا أريد أن أصل لحقيقة الطائرة انطلقت من الأراضي العراقية أم انطلقت من خارج الأراضي العراقية يعني أنتم لديكم أجهزة أمنية واستخباراتية اللي يقدر يوصل لدياله ويلقي ذوله بالكهوف نايمين ما أدى معلومة الطائرة منين طارت ونحن الرأي العام أولى بالمعلومة أن نعرف منكم ما الذي حصل الطائرة منين طارت منين طارت الطائرة سيادة اللواء أكيد أستاذ نجم هناك تحقيق وهناك لحد الآن تحقيق مفتوح وبأمر القائد العام وهناك كثير من الأمور أنت تعلم بأنه التحقيق مستمر على أعلى المستويات وأكيد سوف تعلن هذه النتائج التحقيق مع من يا سيادة اللواء؟ مع من تحققون؟ من المتهم الآن؟ مع من قام بهذا العمل مع من قام بهذا العمل وبالذات التحالف الدولي يعني الآن التحالف الدولي والأمريكان يخضعون لتحقيقاتكم نتيجة الخرق الأخير؟ يعني هذا التحقيق وهذه معلومات مهمة وهناك لجنة لهذا الغراب سيادة اللواء أنت قبل قليل يمكن كنا نتحدث أن تعودكم رادارات ليش الرادارات ما كشفت الطيارة منطبت؟ وبالتالي ما ليش تحقيق؟ خلال خمس دقائق تجيبون الصور هذا يقول الأمريكان هاي الطيارة طبت بفلان ساعة أو طلعت بفلان ساعة وينها الرادارات لعد؟ وينها؟ ليش رجلة تحقيقية؟ أستاذ نجم أستاذ نجم أنت عندما تتكلم عن العلم العسكري يجب عليك أن تتكلم عن معرفة حيثيات العلم العسكري الرادارات هناك مختلف الرادارات هناك رادارات سبق وعن قلت لك للارتفاعات العالية هناك رادارات ما تكشف فقط الطائرات إلا الطائرات الكبيرة هناك رادارات البصمة الرادارية ما لاته تختلف في حالة تكون الطائرة صغيرة أو هناك رادارات حتى ما تستطيع أن تكشف تلك الطائرات لذلك التحقيق سيوضح كل شيء أنت تتكلم قد يكون هذا يخص نوع معين من الرادارات يعني يا طائر ناسي يا سيادة اللواء أنا لست بسدد الجدل معك مو ناسي يعني يا طائر الطير عالي كل ما عدنا رادار الطب يا طائر متوسط الطب بمعنى بعد لست مهيئين هذا الكلام نتحدث به من أجل مصلحة وطن ليست مع أحد وليست ضد أحد وأنا أتحدث الآن مع قائد يتحدث باسم العجزة الأمنية والاستخباراتية والقائد بعدنا ما مهيئين لماذا لا نتصارح؟ لماذا لا نتصارح؟ هذا رأيك هذا رأيك أستاذ نجم هذا رأيك نحن الموضوع مو موضوع مهيئين ومهيئين الموضوع التوجيه ولدينا توجيهات ونحن عسكر نلتزم بالتوجيهات والله أنت وتوجيهاتك على رأس الإعلام مهيئ أو غير مهيئ أنت وتوجيهاتك على رأس السؤالي الآن كيف دخلت الطائرة هذه المسيرة إلى الأجواء العراقية وقصفت وقتلت وخرجت وما حذر بها هذا السؤالي الذي أبني عليه هناك تحقيق فيه هو هناك هناك تحقيق في هذا المجال وهناك أسئلة كثيرة والاختصاصيين يقومون بيواجههم في هذا المجال الأمريكان يتجاوبون مع التحقيقات التي فتحتموها معهم يعطونكم معلومات نعم الأمريكان الذين أخذتموهم للتحقيق يعطوكم معلومات متفائلين متفائلين عفوا معكم قبلوا بالتحقيق لهم معتم حصانة يعني لا 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 التحقيق واضح التحقيق يعمل والعمل مستمر وهذه توجيهات القائد العام واللجنة من أهم واجباتها هي معرفة الأسباب والوصول إلى النتائج والحقائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر